تعالوا نروح بقى للنشرة المرورية من حالة الجو نروح للشوارع المصرية النهاردة صلاح سالم نشوف بقى ايه دنيا النهاردة يوم السبت حيكون يوم بقى مختلف يعني كمان ساعتين كده لانه الناس كلها هتتوجه ناحية الاستاد فحيكون اكيد فيه زحام في الطرق النهاردة لانه كل الناس رايح الى الاستاد النهاردة معظمهم ولكن يعني فيه ساعات الصباح الاولى دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي الساعة تمانية او عشرة لا كبري 6 اكتوبر وصلاح سالم حتى الان فيه سيولة مرورية على الجانبين مفيش زحام حتى الان زي ما حضراتكم كده شايفين متجهين ناحية قصر النيل زي محور 26 يوليو دلوقتي احنا موجودين برضو المهندسين موجودين على المحور بتاع 26 يوليو متجهين ناحية الجانب الاخر جيزة فيه سيولة عامة بشكل عام فيه الشوارع فيه ساعات الصباح الاولى ولكن من المتوقع طبعا انه على حصة 11-12 هتبدأ بقى الأجواء تزدحم فاللي ما عندوش مشوار مهم يلتزم طبعا البيت ولكن بقى المتجه ناحية الاستاذ هو عارف طبعا انه هياخد طريق النهاردة زحمة شوية ولكن طبعا تحية لكل رجال المرور اكيد في هذا الوقت بيبقى فيه احتياطات وفيه اجراءات بتتخذ علشان تسهيل الحالة المرورية